أجرت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية في انتخبات الرئاسة الأمريكية عشرين أربعة وعشرين كامالا هاريس مقابلة مع شبكة فوكس نيوز التي تميل للمحافظين لنما صرحت صحيفة نيويورك تايمز أنه تحول إلى مناظرة بدلا من مقابلة نظرا لتبني محاور هاريس نقاط هجوم منافسها دونالد ترامب عليها لن تكون استمرارا لنهج بايدن هكذا وصفت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ولايتها حال فوزها برئاسة الولايات المتحدة وقالت كامالا هاريس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز ذات التوجه اليميني إنها على غرار أي زعيم جديد يتولى منصبه ستحمل خبرتها وتجاربها المهنية وأفكارها الجديدة كامالا استغلت فرصة وجودها على شاشة فوكس نيوز للمرة الأولى لتهاجم منافسها العنيد الجمهوري دونالد ترامب متهمة إياه بالتقليل من شأن الأمريكيين وضرب وحدة الصف الأمريكي وقالت هاريس يجب أن يكون رئيس الولايات المتحدة قادرا على مواجهة الانتقادات دون أن يهدد أصحابها بإيداعهم في السجن أنا وأنت نعلم أنه تحدث عن تحويل الجيش الأمريكي ضد الشعب الأمريكي لقد تحدث عن ملاحقة الأشخاص الذين يشاركون في الاحتجاجات السلمية لقد تحدث عن حبس الناس لأنهم يختلفون معه هل هذه هي الديمقراطية؟ ترامب رد بشكل غير مباشر من ميامي بفلوريدا بأن هاريس ستكون سيئة على البلاد واستمر ترامب في استخدام ملف المهاجرين لجذب مزيد من الأصوات التي تخشى من فقدان وظائفها لأعداد المهاجرين المتزيدة التي تدخل الولايات المتحدة ولا يزال الشارع الأمريكي في انتظار مفاجآت شهر أكتوبر وهو مصطلح استخدم سياسيا منذ عام 1980 ويطلق على حدث ما قد يغير قواعد اللعبة الانتخابية ورغم أن هذا العام شهد بالفعل الكثير من الأحداث الاستثنائية حتى لم تتبقى مساحة لمفاجآت جديدة إلا أن الأحداث الجارية قد يكون لها دور حاسم حال اشتعال الأوضاع في الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر